اهلا بكم في حلقتنا اليوم مع اكلة جديدة ووصفة سهلة ولزيزة ووصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض احلى صنية كنافة بالمقصرات بالكريمة زي ما انت شايفة كده حاجة جميلة جدا ما ينفعش بقى يعدي مننا الشهر الكريم من غير مننزل بوصفة جديدة للكنافة وفي نفس الوقت هنعملها بطريقة سهلة اوي لو اتبعت نفس الخطوات اضمنك هتحصولي على احلى صنية كنافة زي ما انت شايفها كده نبدأ بقى نقطع خرطة ونشوف بقى الطبقات الجميلة كنافة كريمة كنافة مكسرات حاجة جميلة جدا يلا بينا على مقدير وصفتنا معي نصف كيلو من الكنافة مجمدة ويفضل ان انت تكوني حطها في الفريزر قبل ما تستخدميها نبدأ بقى نقطعها قطع صغيرة زي ما انت شايفة كده لغاية لما خلص كل الكمية وبعد كده نركنها على الجنب ونبدأ بقى نشتغل في السيرب علشان عايزة يكون يفقد درجة الحرارة ويهدى هحط اتنين كوب من السكر عليهم اكوب من المياه عصر لامونة نقلب كله كويس مع بعض اول ما يجلي زي ما انت شايفة كده نهجي النار عليه لمدة 3 دقايق مش عايزة يعود فترة طويلة على النار مش عايزة يعقد معي النقطة دي مهمة جميلة جدا في السيرب بتاع الكنافة اللي انا هستخدمها بالطريقة دي كده تمام هقفل عليه نبدأ نعد الكريمة بتاعة الكنافة عندي اتنين كوب من اللبن تلاتة معلقة كبيرة من السكر اتنين معلقة كبيرة من نشا معلقة كبيرة من الجي هبدأ احط كل المكونات مع بعض على البارد كده و هنقلبها تقليبة جميلة مع بعض لغاية لما كل المكونات تمتزج مع بعض وبعد كده نجيب قصرونة و نحط فيها الخليط و نقلب قويس لغاية لما يبدأ ياخد قوام الكريمة و هضف له مقعب زبدة او معلقة صغيرة من السمنة كده تمام خد قوام الكريمة هبدأ اقفل عليه و هضف له رشة من الفانيليا و نبدأ بقى نسيبه على الجنب و نغطيه لغاية لما يتم استخدامه هجيب مغرفة من السمنة حقطها في انها يكون واسع المغرفة تجيع عبارة عن من تلت كوب إلى غاية نص كوب من السمنة و هبدأ اضف لها الكنافة اللي احنا قطعناها قطع صغيرة و نقلب بقى كويس و ايدينا على طول في الكنافة لغاية لما تحصل على اللون الدهبي و التقليب هنا لازم باستمرار كده تمام الكنافة حصلت على اللون دهبي ابدأ اقفل النار عليها و اضف لها السيرب اللي فقط درجة الحرارة و نقلب كويس و نجيب بقى صينية و ندهنها بسمنة و هضف لها بعض من المقصرات اللي مديها تحميصة الاول و نبدأ بقى نفردها في الصينية كويس و نبدأ نضيف نص كمية الكنافة عندي كده تمام و بعد كده هضيف الكريمة اللي موجودة عندي كده تمام و ما حاولتش اخلي الكريمة تيجي جمد قوي من ناحية الجوانب بعد كده هبدأ اضيف نص الكمية بتاعت الكنافة و ابدأ بقى افردها كده بادي اوزها في جميع الاتجاهات طبعا علشان الكريمة بيبقى حملة الفرد بتبقى صعبة شوية فالاحسن ان انت توزها بايديك وبعد كده نفردها كويس كده على الصينية بعد ما وزعنيها و نسيبها تهدى شوية في حدود نص ساعة لساعة في التلاجة وبعد كده نبدأ نقلبها في طبق التقديم ولو حسيتين هي جمدة معاك شوية ديها خبطتين كده كده تمام ما شاء الله لحاول عليكم تلبي اللي حاجة روعة بصراحة هنا بقى دورنا انتهى وخلص الكلام اسفكم بقى تعيشوا احلى لحظات مع احلى كنافة كانت معيكم ناديا فايد من مطبخ بيزة شيفتمتم في رعاية اللي اشتركوا في القناة